موسيقى ساليو تول مونت مرحبا جميعا اهلا وسهلا فيكم بقناتي لتعلم اللغة الفرنسية من زمان ما نزلت فيديوهات باعتزر منكم كتير لانه كنت مشغولة كتير بتمنى منكم اذا عن جد حابيني كمل ونزل فيديوهات لتعليم اللغة الفرنسية بتمنى منكم انكم تزيدوا المشاهدات وتشاركوا فيديوهاتي لحتى اعرف انكم انتم حابيني اكمل لا تنسوا تضغطوا على زر الاعجاب اذا كنتوا او اذا عجبكم هاد الفيديو واذا ما كنتوا مشتركيني بقناتي بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وهلا خلينا نبدأ بدارسنا اليوم موضوع دارسنا كتير مهم اليوم رح نتعرف على تعابير فرنسية مستخدم كتير باللغة الفرنسية او مستخدم كتير بالمحادثة واحنا بنحكي باللغة الفرنسية دارسنا لليوم هو يعني خمس تعابير اساسية باللغة الفرنسية هاي التعابير كتير مهمة لانه كتير بيستخدموها الفرنسيين فبتمنى منكم تركزوا معي وتحفظوا كل هاي التعابير لحتى وانتو عم تحكوا يسهل عليكم انكم تعبروا باللغة الفرنسية وهلا خلينا نبدأ بأول تعبير عنا يعني في حال اذا او كا او يعني في حال هلا لحتى تفهموا هات التعبير رح ناخد مثال لحتى نعرف كيف منقدر نستخدم هاد التعبير يعني خد هاده الشمسية في حال امطرات بس بدي انا باه انو او كا او بتاخد دايما كونديسيونال لهيك صرفنا فعل بلوفوار بهاي الطريقة اذا لا تنسوا او كتبوها ملاحظة عندكم انو او كا او تتصرف بالكونديسيونال اذا خد الشمسية في حال امطرات اذا خمسو بغا بلوي او كا او يل بلوفير نشوف المثال التاني جو بي بخندر من بورت مونين او كا او اذا بتي اخد جزاني في حال يعني بنحكيها في حال انو صار معي شي بس بتقدروا تنهوها او كا او يعني اذا صار معي شي ممكن تحكو انو لازم اخد جزاني بحال صار عندي معي شي اذا هاد التعبير كتير كتير مستخدم بحياتنا اليومية تقدروا تستخدموه دائما مثلا بنحكي انو خد ساندويشا معاك عالمدرسة بحال انك جعت اذا دائما مستخدمة او كا او اذا استخدمناها بنص الجملة وبعدها ايجا في علب مستخدم كونديسيونال هاد هو هاد يعني ملاحظة حطوها عندكم حتى يكون كلامكم باللغة الفرنسية اكتر قوة اذا او كا او بتاني في حال هلا رح نتعرف عالتعبير التاني تعبير التاني هو كاريمان كاريمان بتاني أبسولومون و توتالمن اذا أبسولومون و توتالمن يعني بالتأكيد اذا كاريمان تاني بالتأكيد خلينا نشوف كيف بنستخدم هاي الكلمة كاريمان اكزامل شوين لو سينيما هل تحبو السينيما كاريمان بالتأكيد اذا كير سهل علا توبادر ما بنحكي بيانشور الكل بيعرفي بيانشور لحتى نغير و لحتى نبين انه لغتنا الفرنسية مستواها كتير عالي خلينا نستخدم هاي الكلمات كاريمان هلا بس كمان بدي انا بهم انه كاريمان تيجي فاميليا يعني بالحياة اليومية بتستخدم كاريمان فاميليا اذا لا تنسوا انه فاميليا تاني كاريمان تيجي فاميليا يعني مش بتيجي بال يعني مثلا ما بتحكوا مع استاذ جامعة ما بتستخدم بيانشور بس مع اصحابكم تستخدموا كاريمان اذا كاريمان تاني بالتأكيد و هلا خلينا ننتقل للتعبير الثالت سومغير سومغير بتاني ساميزير يعني يتسلم اذا سومغير بتاني ساميزير يعني يتسلم هلا خلينا نشوف كيف منقدر نستخدم هاي الكلمة سومغير بس كمان بدي انا ببق انه سومغير كمان فاميليا يعني مستخدمها بين الاصحاب سومغير فاميليا اكزون ان سومغير بيان ان فزون سا فيديو يعني احنا بنتسلى و احنا عم نعمل الفيديوهات هاي هون مثل احنا الصح بنحكيه باللغة الفرنسية هون هو تاي صوت بيطلع لنا مائلها معنى بس بيجي يعني بمعنى احنا باللغة الفرنسية احنا بالعرب نسي نحكي صاح اذا وبنتي انا بمسلا ان فزون هون كقواعد بتيجي بنعنا انه احنا بنستسلى و احنا عم نعمل يعني لهيك حطينا ان فزون بتيجي و احنا عم نعمل هاي الفيديو هاد هات قواعد متقدمة اللغة الفرنسية ان شاء الله رح اشرحها لحتى تعرفوا كيف تستخدموهم هاي نشوف الجواب اه وي كاريمون نعم بالتأكيد شوفوا هون استخدمنا تعبيرين بنفس الوقت بنفس المثال سومغه و كاريمون اذا سومغه متل ما حكيت سومغه بتاني يتسلم اذا سومغه بتيجي يتسلم اذا سومغه بتيجي يتسلم انظر الى هذي السيارة هلا هون مارونت ما ايجت بمعنى يتسلم مارونت هون ايجت بمعنى انه بزار يعني غريبة او اوريجينال او بتيجي بمعنى او بتيجي بمعنى يعني مختلفة اذا هون اجت بمعنى مختلف لهيك حبيت احط لكم هاد المثال لحتى تعرفوا انه مش بس بتيجي سومغه بتيجي بمعنى يتسلم هون لما حطينا مارونت ايجت بمعنى انه او ريجينال بزار او 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 اه او 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 يعني اشي مختلف اشي غريب بنستخدم نستخدم هاي الكلمة او نستخدم مغونت لحتى نعبر عن اشي مختلف او غريب وهلا خلينا ننتقل للتعبير الرابع كونتة ثاني مهم او يعتمد اذا كونتة لها اكتر من معنى مهم وبتيجي كمان بمعنى يعتمد هلا راح نشوف مثال على كل واحدة فيهم هلا انا حبيت احطلكم اكتر من تعبير بنفس الفيديو لانه كتير منكم حكالي انه تعبير واحد كتير قليل فبتمنى منكم تخبروني بالتعليقات اذا كان اذا عجبكم انه يكون اكتر من تعبير بنفس الفيديو تخبروني لحتى اكمل بهاي الطريقة خلينا نشوف هلا اني امثلة على كونتة اكزون نوزابوني كونت بوكو بوغنو اذا المشتركين مهمين جدا لنا اذا يعني المتابعين متابعيني بالقناة ومتابعونا بالقناة يعني متابعيني بالقناة مهمين كتير بالنسبة لنا اذا هون كنت بتي ايجاتي بمعنى مهم وهلا خلينا ناخد مثال على يعتمد جو كنت شورتوا بوغمدي بوغمكو اسبانيول يعني باعتمد عليك لحتى تساعدني بدرس الاسبانيول اذا كنتي هون ايجاتي بمعنى يعتمد اذا كنتي بتيجي بمعنى مهم وبتيجي بمعنى يعتمد وهلا خلينا ننتقل للتعبير الخامس والاخير تنيغ اكالكو شوز تنيغ اكالكو شوز بتعني سي شوز اي امبورطن بوغو يعني هذا الشي مهم مهم جدا لكم اذا سي شوز اي امبورطن بوغو يعني هذا الشي مهم جدا لكم وهلا خلينا نشوف مثال على كيفية استخدام هاد التعبير اكزامبل جي بو مو بختي تان ستيلو سي لتبلى فل تستطيع انو تعيرني قلمك لو سمحت بمعنى نعم رحطيك ايا نعم لكن انتبه لانه هو هاد الالم انو كتير بيعني انو بيعني الكتير إذن هون حطينا جي تيان لأنه ما حطينا ألم هلا هو تونير أكالكو شوز لأنه أ فاشلنا ما حطينا الألم وحطينا بدلو إي كريك متل ما شعيفين هون عوضنا عن الألم بإي كريك لأنه بدل ما نكرره عشان ما نكرر الكلمة الألم حطينا إي كريك وهيك صارت الكي جملة وي مي أتنسيون يعني نعم لكن انتبه لأنه بيعني لي هاد الألم كتير إذن لما بنحكي لحدا عن شيء أنه هاد الشيء بيعني لنا كتير ومهم بالنسبة لنا نستخدم تونير أكالكو شوز بتمنى منكم أو بتمنى أنه هاي التعابير فادتكم وعجبكم درسني على اليوم بتمنى منكم تتركوا لي بالتعليقات إذا هاي التعابير كنتم بتعرفوها من قبل ولا كانت أول مرة بتسمعوا عنها وإذا كمان أول مرة بتسمعوا عنها بتمنى منكم تقدروا أو تستخدموها بأمثلة وتحطوا ليها بالتعليقات وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم بتمنى منكم إذا عجبكم درسنا لليوم منكم تضغطوا على زر الإعجاب وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد وهلا بحكيكم إلى اللقاء Au revoir